أسعار النفط عند أعلى مستوى في 11 شهرا بعد الإعلان السعودي عن الخفض الطوعي للإنتاج وأسهم شركات الطاقة الأمريكية تقفز مع قفزة النفط مساء الخير وأهلا وسهلا بكم إلى الأسواق العربية أنا ندين هاني نبدأ الأسواق العربية من أبرز خبر تابعناها على الساحة الاقتصادية يوم أمس وهو اجتماعات مطولة لأوبك بلس والتي بقينا طيلة النهار نتابع التأجيل بهذه الاجتماعات واجتماعات صنائية بين السعودية وروسيا صدرت نتيجة الاجتماع بالفعل على غير ما كان متوقع حيث أعلنت دول مجموعة أوبك بلس الاتفاق على تقليص تخفيضات الإنتاج بـ 75 ألف برميل يوميا خلال شهر فبراير وـ 75 ألف أخرى خلال مارس وذلك من خلال السماح لروسيا بزيادة إنتاجها بـ 65 ألف برميل يوميا ولكازاخستان بـ 10 ألف برميل يوميا وأعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن المملكة ستنفذ خفضا إضافيا طوعيا لإنتاجها من النفط بمليون برميل يوميا في فبراير ومارس كما أوضح الوزير أن استثناء روسيا وكازاخستان يتعلق بالعوامل الموسمية وصعوبات التي تواجهها الدولتان في الشتاء وقفزت أسعار النفط بأكثر من 5% بعد أعلان السعودية عن قرار الخفض الإضافي للإنتاج هذا وأكد وزير الطاقة السعودي أيضا أن التخفضات الطوعية السعودية جاءت كقرار سيادي سعودي ولم يطلب من أي دولة أخرى المساهمة فيها نحن نحن نفيف أننا أجمع بشكل مالك في هذه النقطة. وهو سقر المنطقة لقاعدة من الكتابة لتعجب وفرجناك. لن أجد أي سنجد المنطقة أن أجمع بشكل مقالي لقاعدة. فهو مجرد المنطقة لدينا قدسك بأجمع الخاص بشكل مقاطع. وهو سيكون مددوراً أجمع بشكل مدداعي. decision andReally Australia 42% there is no other way of testifying That this leader should DO TAKE INTO CONSIDERATION ALL APPECTS AND BASED ON THAT MAKE A DECISION AS MEMOT المواردات التي يجبها معها من هذه المقاطعة من المترجمات ومن خلالك لتعرفة أخير إلى مئنة بقية نفسه في أين نفسه والذي نفسه لدينا نفسي وقلت محلول من قد نفسه يخبرك أنه لم يقرر نائب رئيس الوزراء الروسي أليكساندر نوفاك أجاب على سؤال عما إذا كانت زيادة الإنتاج الروسي مقابل خفض الإنتاج السعودي تسمح بالتشكيك بتماسك تحالف أوبك بلاس وحن لم يتعلمون نتعلمون على سؤال سؤال أنه يتعلمون على سؤال ؟ فشكراً سؤال هذا سؤال بلاس لنحن مجدد منه هذا نحن رائع يتعلمون للنفذة مقابلين لتحديد يتمكنون لتحديد لكي تحديد حديثون بلاسرم مهرر ونحن ن считать, что Saudi Arabia здесь вносит свой очень большой, значительный вклад в ситуацию восстановления нормального уровня запасов на мировых рынках. نظرة على أسعار النفط مشاهدين بالأمس ارتفعت 5% واليوم تواصل تسجيل بعض المكاسب مزيج بريند قريب من 54 دولار للبرميل وخام تكسس عند قريب من 50 دولار ولنلقي نظرة على تدولات الأسواق الخليجية اليوم مؤشر السوق السعودي على بعض التراجع بعشر النقطة المئوية في السعودية قيم تدولات حتى الساعة تقترب من 3.5 مليار ريال في دبي لدينا تراجع بـ 0.15% بضغط من الأسهم المصرفية اليوم أمرت نبي دي ودي آي بي دبي الإسلامي وأعمار على تراجع رغم أنه عنا ارتفاع 12% على دي أفم بورسة دبي وداماك ودي أي سي على ارتفاع بأبوظبي فإذن أيضا لدينا تراجع اليوم بـ 16 نقطة المئوية إشارة إلى أن أحجم التدولات فوق 300 مليون درهم بالسوقين بدبي وبأبوظبي بكل منهما فوق 300 مليون درهم بأبوظبي الضغط من فاب أبوظبي الأول والدار العقارية أيضا على تراجع هذه السوق الكويتية أيضا على تراجع اليوم المؤشر الأول يخسر 17 النقطة المئوية والرئيسي على تراجع بربع النقطة المئوية ارتبط مفهوم السياحة المستدامة لزمن طويل بالسياحة الفاخرة والتي تمثل رفاهية عالية للسياح مشروع البحر الأحمر في السعودية غير من هذا الارتباط ليركز على حماية البيئة والحفاظ على الحياة البرية والبحرية التقرير التالي يسلط الضوء على كيفية جمع المشروع بين السياحة والاستدامة البيئية الاستدامة لا تعني الانتقاص من تجربة ما بل على العكس من ذلك هي إضافة ومكسب هذا هو المفهوم الجديد في عالم السياحة الفاخرة فالاستدامة في هذا الإطار تعني ازدياد الوعي لدى السائح وتزايد الإدراك لدى القطاع السياحي بحجم ما تخلفه أنشطتهم من بصمات بيئية وآثار مجتمعية فهي لا تشمل حماية البيئة والحفاظ على الحياة البرية والمائية فحسب بل تتعدى ذلك لتتضمن دعم المجتمعات المحلية وتشجيع تراثها الثقافي كل ذلك من دون أن يؤثر على باقة الخيارات المقدمة للسائح ومستوى رفاهيةها السياحة الفخرة المستدامة غير معنية بالمباني والتصاميم وحنفيات المياه المذهبة هذا الأمر ذهب بلا رجعة الناس غير مهتمين بذلك بعد الآن هم يريدون الارتباط بالمكان يريدون التجارب الفريدة ومعايشة الطبيعة وتحقيق الذات فالجيل القادم من المسافرين يرغب في الاعتناء ببيئتنا وكوكبنا وهذا أمر مهم لنا جميعا السياحة الفخيرة كانت في السابق تجارب متشابهة إلى حد بعيد من حيث الخدمات والإجراءات وحتى الطعام ووسائل الترفيه تضع السائحة في فقاعة تعزله عن البيئة المحيطة به وتعطيه راحة مستخلصة مما هو مألوف له إلا أن مفهوم سياحة الفاخرة في عصر الاستدامة تغير حيث يهدف إلى تقديم تجربة فريدة متناغمة مع الطبيعة ومع المحيط المجتمعي الثقافي وفي هذا السياق يأتي مشروع البحر الأحمر السياحي الذي يتم تنفيذه على 22 جزيرة من أصل 90 يضمها الموقع قبالة الساحل الغربي للسعودية مشكلاً نواة لشريحة متنمية من السياحة الفاقرة ليس فقط إقليمياً بل وعالمياً لا أعتقد أن الاستدامة تكفي الاستدامة تعني أن نحافظ على الشيء من دون الإضرار به ولكن أجيالاً من البشر استغلوا أصولنا الطبيعية وأضروا ببيئتنا ودمروا الغابات والأراضي الرطبة وتسبب ذلك بتدهور التنوع البيولوجي لذا بالنسبة لنا علينا أن نذهب إلى ما هو أبعد من الاستدامة لا أن نحمي فقط بل أن ننمي بالتالي نحن نزرع المزيد من غابات القرم وننمي الشعب المرجانية ونستهدف أن تكون عملياتنا محايدة كربونياً ومع النمو المرتقب لهذه الشريحة الجديدة من السياحة يشكل مشروع البحر الأحمر فرصة ذهبية لازدهار كل من السفر الفاخر والاستدامة معاً فما يقدمه المشروع ليس وجهة سياحية جديدة أبداً بل وجهة لمستقبل صناعة السياحة العالمية بحد ذاتها قال صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي سيبدأ لعمل جديد في وضع أفضل من التوقعات السابقة لكن القفزة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا والتفرات الجديدة للفيروس تلقيان بذلالهما على التوقعات ومن المتوقع أن يعدل الصندوق توقعاته للاقتصاد العالمي في 26 يناير وكانت توقعات الصندوق في أكتوبر الماضي تشير إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي العالمي بـ 4.4% في 2020 يعقبها نمو بـ 5.2% في 2021 فإذاً مشاهدين هذا بالنسبة للتوقعات للاقتصاد الدولي من جهته توقع البنك الدولي في تقريره الصادر يوم أمس أن يتعافى الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوتيرة لبأس بها هذا العام مؤكداً أن تعافي سيتوقف على احتواء جائحة كورونا واستقرار أسعار النفط التفاصيل في هذا التقرير في تقريره الأخير توقع البنك الدولي تعافي النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوتيرة متواضعة هذا العام إلى 2.1% مع يعكس استمرار تداعية كورونا وانخفاض أسعار النفط وأوضح البنك الدولي أن التعافي يتوقف على احتواء الجائحة واستقرار أسعار النفط وعدم تصاعد التوترات الجيوسياسية مجدداً وافتراض توزيع لقاح لفيروس كورونا في النصف الثاني من هذا العام مشيراً إلى أنه بحلول عام 2022 وبعد عامين من التعافي المتوقع فإن الناتج سيظل منخفضاً نحو 8% عن الناتج المتوقع قبل تفشي الجائحة كما توقع تقرير البنك الدولي تعافي نمو البلدان المصدرة للنفط إلى 1.8% هذا العام بدعم من عودة الطلب على النفط إلى الوضع الطبيعي والتخفيف المقرر لخفض إنتاج النفط في بلدان أوبك بلاس والتخفيف التدريجي للقيود المحلية المرتبطة بالجائحة أما في السعودية فيرى البنك أن النشاط الاقتصادي سيلقى الدعم من استئناف المشاريع الاستثمارية الرأسمالية الحكومية وارتفاع الطلب بعد الزيادة في ضريبة القيمة المضافة استوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي بـ 2% في عام 2021 وبـ 2.2% في 2022 على أن ينمو الاقتصاد الإماراتي بـ 1% هذا العام وبـ 2.4% العام المقبل أما في مصر فأشارت التقديرات إلى أن الاقتصاد سينمو بـ 2.7% في سنة المالية الحالية وـ 5.8% في سنة المالية المقبل ومن جهة أخرى أشار البنك الدولي إلى أن جائحة كورونا تسببت في فقدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 5% من الناتج عام 2020 متوقع أن انكماش الناتج في البلدان المصدرة للنفط في المنطقة بنسبة 5.7% سعى حمدان العربية مجهدين سنناقش أكثر التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع ضيفة بعد قليل علي مبيت كبيرة الاقتصاديين بـ جيفريز انترناشنل ولكن بعد أن نتوقف مع هذا الفاصل ابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر فإذا للمزيد حول مستقبل اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذا العام الجديد تنضم إلي مباشرة من بيروت السيدة علي مبيض كبيرة الاقتصاديين بـ جيفريز انترناشنل علي مساء الخير أهلا وسهلا بك معنا اليوم الورد بانك بالأمس طلع تقرير بتوقع نمو اقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ 2.1% بالـ 2021 والتي هي ضئيلة جدا given أنه نعرف أديل حاجة لخلق الوظائف بهذه المنطقة فاليوم برأيك ما هي أبرز العوامل التي ستؤثر بمسار اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالـ 2021 مساء الخير نادين بالفعل اليوم أفاق الاقتصاد الشرق الأوسط هو يتوقف على عوامل خارجية وداخلية الخارجية منها هو مرتبط جدا بسرعة التعافي الاقتصاد العالمي وأكتر وأكتر يعني عم فيه شكومة حوله فيه مؤشرات أنه عم بيروح بالاتجاه الصحيح ولا هو مرتبط بسرعة التلقيح ليس فقط في الاقتصادات المتقدمة ولكن خاصة الأسواق الناشئة التي هي اليوم تشكل 50% من الاقتصاد العالمي وهي تساهم بـ 60% من النمو العالمي فهذا العامل هو سرعة تعافي الاقتصادات العالمي ولسيما الاقتصادات الناشئة التي ترتبط فيها منطقة الشرق الأوسط وهي البلدان الأسيوية وبلدان أفريقيا وهنا التعافي لا يزال إذا أريد أن أقول ليس قوي جدا في أفريقيا ولكن في الطريق الصحيح لسيما في شرق آسيا العامل الثاني هو أكيد ومرتبط بالأول هو تعافي أسواق النفط وقد رأينا البارحة كيف في ظل القرارات التي تتأخذها أوباك بلاس قرار المملكة العربية السعودية بيقفض إنتاجها سيكون له تأثير كبير خاصة في المدبوط القريب والمتوسط على تعافي التدفق في منطقة الخليط لا سيما وانعكاساتها على بقية المنطقة نحن في جيفريز متفائلون في المدى تصير بالنسبة للنفط ولكن نرى أن هناك بما يخص العرض وهو سيبقي الضغط في الفصل الثاني على البالنس في النفط ولكن القطرة الأولى قرار السعودية سيكون له أثر إيجابي على بلدان مثل العراق وعمان لأنها هي البلدان التي تتأثر أكثر في صعود أسعار النفط بشكل كبير مثل الذي شهدناه في الأيام الماضية العامل الثالث يتعلق بعوامل داخلية مرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمالية وهنا أخضر أن في 2021 سيما لجهة الماضية مالية تصلاح دون تحب حزم التحفيز المالي ستبقي الاقتصاد والنمو على مستوى مدرات من النمو ولكن ستبقي على عجوزات مالية كبيرة تتطلب تمويل داخلي وخارجي كبير عليا هذا الموضوع لا شك بأنه أنه هنا السنة على مستويات استدانة عالية جدا بالمنطقة ككل ولكن حتى بالدول التي عادة لم نعتد أن نرى عندها مستويات استدانة عالية مثل دول المصدرة للنفط فهل لديكم أي concern بالنسبة لمعالجة مشكلة الدين لأنه هي وردت بتقرير الولد بانك أنه واحدة من أبرز المخاطر عالميا حجم الديون اللي وصلت له historic highs مستويات تاريخية حول العالم بالضبط مشكلة المديونية واستدامتها هي مشكلة اليوم عالمية وليس فقط على مستوى البلدان الناشئة ولكن منطقة الشرق الأوسط لقد تفاقمت المديونية بشكل كبير خلال العام 2020 في البلدان مصدرة للنفط كما في البلدان المستوردة للنفط وهذا ما يؤكد على ضرورة تفعيل الإصلاحات التي من شأنها رفع مستوى النمو في المرحلة المقبلة من جهة والاسترار في اتخاذ الإصلاحات للجم العجوزات المالية لأن هذا ما سيخفض نسبة المخاطر وبالتالي من كلفة الاستدامة في الأسواق العالمية التي ستبقى هذه البلدان بحاجة إلى شحز التمويل منها في المرحلة المقبلة وفي منطقتنا أنا لا أرى نفس منطق الـ Dead Distress الذي نراه في بعض البلدان الأفريقية مثلا وإن أكيد بالنسبة للبنان أردي في تخلف عن الدفع ولكن ممكن أن نرى مثلا تونس في حالة صعبة إذا لم تقم بالإصلاحات ولم تدخل مجددا تقيم برنامج مع سوق النقد ولكن البلدان الأخرى مثل مثلا عمان بموازنتها الأخيرة اتخذت إجراءات واضحة للجم العجوز واليوم سنرى الأسواق تعيد تقييم بعض المخاطر في البلدان المصدرة للنفق على أثر ارتفاع الأسعار في الفصل الأول والفصل الثاني شكرا جزيلا لك علي مبيت كبيرة الاقتصادين بـ Jeffries International شكرا على هذه المقابلة قالت صحيفة The National في الإمارات أن دولة الإمارات تخطط لتصنيع لقاح ساينوفارم الصيني داخليا بدءا من العام الحالي وحصلت الإمارات على ثلاثة ملايين جرعة من اللقاح الصيني حتى الآن كما اعتمدت الدولة استخدام لقاح فايزر بايونتك وقالت رئيسة اللجنة الوطنية السريرية لفيروس كورونا نوالي الكعبي أن الإمارات تخطط لتحقيق مناعة القطيع من خلال توفير اللقاح لنحو السبعين في المئة من المقيمين بالدولة أيضا في الإمارات أوضحت شركة إعمار العقارية تفاصيل صفقة بيعها لفندق العنوان سكاي فيو لصندوق أوروبي مؤكدة أن قيمة الصفقة هي 750 مليون درهم وأنها تمت في ديسمبر من العام الماضي مشيرة إلى أن الأثر الصافية للصفقة هو ارتفاع قيمة أصولها ب50 مليون درهم ستظهر في نتائج ربع الرابع من عام 2020 وكانت شركة إعمار قد باعت خمسة من فنادقها قبل عامين لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق في صفقة بلغت في حينها مليارين ومئتي مليون درهم ملفت أن سهم أعمار متراجع اليوم في ظل هذه الأخبار كان بدأ على ارتفاع صباحا عكس أتجاهه نزولا الآن عن 3 درهم و86 فلس على رغم أن الأسهم العقارية الأخرى على ارتفاع بدبي اليوم كسرت عملة البيتكوين رقما قياسيا جديدا اليوم لتتخطى حاجز 35 ألف دولار للمرة الأولى بعد يومين فقط من تسجيل أكبر خسارة يومية منذ شهر مارس وارتفعت بدكوين بنحو 6% في تدولات اليوم بعد أن هوت بـ 17% يوم الاثنين وسهم تراجع الدولار وتزايد الإقبال الصناديق والمستثمرين المؤسستيين على الاستثمار في العملات الرقمية سهم في الارتفاعات الأخيرة للبيتكوين حيث توقع بنك جي بي مورغان شيس بأن يصل سعرها إلى مستوى 146 ألف دولار على المدى الطويل هذا سهم البيتكوين جي بي مورغان عمل تحليل كيف وصل على هذه المبالغ قارن ما بينها وبين الدخول للاستثمارات على الذهب وبالتالي على بناء على معادلة قام بها وصل لهذا السعر للبيتكوين اليوم نرى على ارتفاع بـ 236 دولار الآن فوق الأربعة وثلاثين ألف دولار هذه العملات الرئيسية الأخرى اليوم الدولار عاد لتراجع الدولار إندكس نرى مستويات عليا على العملات اليورو على مستوى من أبريل 2018 اليين على مستوى بعشرة أشهر نرى البوند سترلينج هلأ ارتفاعات على مدار يومين عند 1.36 و 3.35 عنا أرقام قطاع الخدمات اليوم بأوروبا البي ام اي سوربسيس هذه نهاية الأسواق العربية شكرا للمتابعة وإلى اليوم اشتركوا في القناة